موسيقى موسيقى أهلا بكم مشاهدين إلى أسبوع الصحافة وهذه أبرز العناوين البيان الإماراتية العراق 2021 هل ينجو من دور حلبة الصراع؟ المراقب العراقي وزراء الكاظمي يفشلون بخدمة المواطن وينجحون بمدح الرئيس المدينة السعودية الفيروس المتحور أكثر انتشارا ويستهدف الشباب وتتساءل الأنباء الكويتية في تقرير لها كيف يمكن أن تحظى سياسة بايد انتجاه إيران بفرصة للنجاح في زاوية مقالات يكتب أحمد الجارلة في السياسة الكويتية يا قادة الخليج عودوا من العلا بالعلا ويكتب عصام شابان في العربي الجديد قراءة الثورات والاحتجاجات العربية التفاصيل بعد فاصل قصير موسيقى عنوانت صحيفة العربي الجديد العراق أزمة الكهرباء تنظر بموجة احتجاجات وتعتقد الصحيفة أنها ستكون أقوى من السابق ولن تكون مدفوعة من أي جهة خصوصا مع الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد تساءلت صحيفة البيان الإماراتية العراق 2021 هل ينجو من دور حلبة الصراع حيث استقبل العراق العام الجديد بقلق من أن يصبح مجددا ساحة صراعا إقليمي ودولي في ظل معادلات داخلية لا يزال للميليشيات دور بارز في رسم معالمها القاتمة قالت صحيفة العرب اللندنية أن كلمة برهم صالح في السنة الجديدة تأبين للعراق أكثر منها رسالة أمل ينتظرها العراقيون وهم يخرجون من سنة صعبة تراكمت فيها الأزمات ويعتبر مراقبون أن الصالح بدأ مستسلما للأمر الواقع وقد شارك في بناء نظام المحاصصة قالت صحيفة المراقب العراقي أن وزراء الكاظمي يفشلون بخدمة المواطن وينجحون بمتح الرئيس ويقول المحلل السياسي محمد الخفاجي أن ما حصل في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة من مديحا للكاظمي لا يمكن اعتباره إلا إيهاما من قبل الفريق الوزاري الذي عليه أن يخجل لأن جميع وزارات الدولة تعيش انهيارا تاما بسبب الفساد الإداري والمالي الذي يسكن نعش الدولة العراقية في الشأن الدولي أوضحت صحيفة العرب اللندنية أن الهجوم الإلكتروني الكبير يربك واشنطن ويختبر بايدن ويتوقع بركز ستراتفور الأمريكي للدراسات الاستراتيجية والأمنية أن يؤدي حجم الاختراق وتحفظ ترامب على إلقاء المسؤولية على عاتق روسيا إلى دفع بايدن إلى التصرف بوتيرة أسرع عند توليه منصبه أما بشأن الاتحاد الأوروبي فأكدت العرب أن بريطانيا تدير ظهرها لأوروبا متجهة إلى مستقبل مبهم سيشكل مسار شعبها لأجيال قادمة وسط تساؤلات عما سيكون بانتظار المملكة المتحدة بعد انفصالها النهائي عن أوروبا عددت صحيفة الدستور الأردنية أسوأ أخطاء رئيس الأمريكي ترامب في 2020 والتي سلط عليها الكاتب الصحفي مارك فيسن في مقال نشرته الواشنطن بوست ومن أسوأ هذه الأخطاء العفو عن مجرمي الحرب وتخفيض عديد القوات الأمريكية في أفغانستان والعراق والسجالات مع الصحفيين وخسارة الانتخابات بيّنت صحيفة المدينة السعودية أن الفيروس المتحور هو أكثر انتشارا ويستهدف الشباب وذلك وفقا لدراسة بريطانية نشرتها صحيفة ديلي ميل كاشفة أن الطفرة المتحورة من كورونا هي فعلا أكثر عدوى من الطفرات السابقة وستشكل معادلات الانتقال كارثة بالنسبة للقطاع الصحي في بعض دول العالم وتتساءل الأنباء الكويتية في تقرير لها كيف يمكن أن تحظى سياسة بايدن تجاه إيران بفرصة للنجاح يقول التقرير لن تتسم علاقة الولايات المتحدة بإيران بالسهولة أبدا كما لن يكون لبايدن استعداد للانضمام للاتفاق النووي الإيراني ومن المرجح أن يعارض معظم الجمهوريين في الكونغرس أي عودة إلى الاتفاق النووي أو الصواريخ الباليستية أو إثارة إيران للمشاكل في الشرق الأوسط أما الآن فأنقلكم مشاهدينا إلى الكاريكاتير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر في زاوية مقالات يكتب هادي عزيز في المدى العراقية لا مساغ قانوني لأحزاب بأذرع مسلحة ويرى الكاتب أن موضوع الأذرع المسلحة للأحزاب والتنظيمات السياسية يحتاج إلى آليات ناجعة للتحري والتقصي ولكن العوز التشريعي ووهن أجهزة المفوضية أمام الأذرع المسلحة يجعل الوصول إلى المعلومات عسيرا إن لم يكن مستحيلا ويتساءل ماجد السام الرائي في العرب اللندنية هل يبقى العراق عام 2021 أصل الحكاية يقول السام الرائي جو بايدن الذي سيصبح رئيسا استند على الأفكار اليمينية في مشروعه عام 2007 لتقسيم العراق الذي وافق عليه الكونغرس وهذا المشروع ما زال قائما تستند على شرعيته الإدارات الأمريكية اليوم وفي المستقبل ما يعني إنهاء العراق ككيان سياسي واستبداله بآخر ويكتب أحمد الجار الله في السياسة الكويتية يا قادة الخليج عود من العلا بالعلا يقول الجار الله القمة محطة تاريخية في مسيرة المجلس لأن المهم عودة القوة إلى المنظومة وأن لا تبقى شعوبها أسيرة وجهات نظر تكون مبنية على آراء ويكون هناك تفريق بين علاقات الدول الخاصة وبين المصلحة الخليجية العامة وينظر الكاتب إلى قمة العلا على أن تكون العلا ليس في المكان فقط بل بالقرارات والمواقف وقوة ووحدة مجلس التعاون الخليجي أخيرا يكتب عصام شعبان في العربي الجديد قراءة الثورات والاحتجاجات العربية يقول الكاتب استطاع المؤشر العربي من خلال قياس اتجاهات الرأي في الاحتجاجات والثورات تقديم مادة علمية تحتاج قراءات أخرى بالتزامن مع مؤشرات الانتماء والوضع الاجتماعي والاقتصادي وأن الصورة اتجاهات الرأي العام العربي تجاه الأوضاع ستكون مهمة ومفيدة للقراءة والتحليل مشاهدنا سيكونوا معنا في حوار أسبوع الصحافة الكاتب الصحفي نزار مقني يسرنا تفضلكم بمتابعة الحوار أهلا بكم من جديد مشاهدنا إلى حوار أسبوع الصحافة أرحب بضيفي عبر الهاتف من تونس الكاتب الصحفي نزار مقني مرحبا بك أستاذ نزار إلى هذا الحوار مرحبا بكم وشكرا عن هذه الدعوة أهلا بك نبدأ الحوار من مركز حقوق لدعم حرية التعبير والذي سجل تراجعا في حرية التعبير في العراق في عام 2020 الذي شهد احتجاجات شعبية عامة وأن الحكومة العراقية لم تسمح لفريق مركز حقوق بالحصول على إحصاءات رسمية عن أسباب الانتهاكات وذلك خلافا للدستور والقوانين ما الهدف برأيك من تقييد حرية التعبير؟ كل تجارب الموجودة في الوطن العربي أو غيره منذ حتى بداية الربار العربي فأنه السياسي يطمح إلى أن يكون له مربع من السلطات أكثر من أي وقت آخر يعني يريد أن يكون له أكثر سلطة وبالتالي فأنه يذهب نحو ضرب كل من يمكن له أن يهدده في أو يضغط عليه في اتخاذه للقرار أو في معركته للسيطرة على السلطة من هذه المقاربة يمكن أن نتحدث عن لماذا تزايد الانتهاكات على الصحفيين وكذلك حتى على الحقوقيين في العراق وكذلك حتى في بلدين أخرى في العالم يعني مراسلون بلا حدود مراسلون بلا حدود يعني أحفت أكثر من 200 اعتداء في سنة 2020 وكانت كلها في مناطق يعني لا تعرف فيها حروبا بالتالي فأنه علاقة الصحفي بالسياسي هي علاقة ثنائية تحكمها يعني تحكمها علاقة الضغط والضغط المقابل وبالتالي فأنه السياسي يبدل كل ما يستطيع من قوة في شكل قوة ميلاسيوية أو في شكل حتى قوة يعني تابعة للدولة قوة العنب الشرعي للدولة إلى أن يعني يشكو من الصحفي ويعني يحدى من حرية تعبيره من هنا يعني نستطيع أن نفهم جيدا ما الذي يحدث في العراق اليوم العراق كما نعلم جميعا الذي يعني فيه كثير من الأحزاب المسلحة والأحزاب التي يعني تعمل بالنيابة عن عجندات أخرى في المنطقة وبالتالي فأنه من غير المستمرد أن يكون الصحفي أو العامل في الميديا هو هدف من أهداف يعني هذا الضغط من قبل السياسيين الذين يحاولون يعني بقدر مستطاع عدم كشف أوراقهم أمام وحقائقهم أمام الرأي العام أن ذلك يخلق ضده يعني نقاط ضغط كبير أو كبير جدا هو في من أعنى نعم بشأن الانسحاب الأمريكي من العراق يرى مراقبون أن أمر أي انسحاب أمريكي دبلوماسي أو عسكري من العراق لا يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية وحدها بل أيضا بحلفائها الإقليميين والدوليين الذين سيعتبرون ذلك الانسحاب إخلالا بالتوازن الاستراتيجي القائم في المنطقة كيف تصف المشهد؟ بتبدأ الحال فأنه انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من العراق سوف يعني يفتح الأباب أمام السيطرة سيطرة الميليشيات التابعة لإيران في العراق وبالتالي هذا سوف يكون من خلاله عد اختلال في توازن قوى المنطقة كما نعلم أن القوى المنتشرة والتي تؤثر في العراق هي قوى أقليمية ودولية من هنا فأنه نرى أن الانسحاب الأمريكي سوف يمكن أولا الميليشيات الشيعية وكذلك التابعة لإيران من أنها تفتكى الميدان العراقي وبالتالي سوف تكون المنطقة مقبلة على عديد السنانية والسينايوات التي قد تكون في حد ذاته إذا لم تتفاهم القوى الموجودة في عراق حول صيغة وفقية لانقسام الكعكة العراقية فأن ذلك قد يؤدي إلى مخاولة الحرب في العراق من قبل الميليشيات المنتشرة هناك سوى ذلك كانت ميليشيات الإيرانية أو كذلك حتى الميليشيات التي قد تدعب من قبل القوى الأقليمية نعم التوتر القائم الآن بين الجانبين الأمريكي والإيراني في العراق يشي بصعوبة تقدير الموقف وهناك ثمت محاولات لضبط الانفعالات من مختلف الأطراف لتمرير الوقت المتبقي على ولاية ترامب وهذا ما يرجح في الوقت عينه احتمالية الانفجار بين الجانبين في أي لحظة ما المتوقع إذا ذلك؟ واشنطن لن تنصحب اليوم من العراق بصفة فشئية كما هو متوقع سوف يكون انسحاب بداية من عهد بايدن لكن بشكل تدريجي وبشكل يضمن مصالح الأمريكية في العراق وكذلك يضمن لأمريكا حتى بعض الوقت لكي تتحاول مع القوى الأقليمية لكي تختار منها من يمكنها أن يحميها مثل هذه المصالح في العراق لأن حسب الاستراتيجية الأمريكية وحسب حتى المتابعات خلال تفكير الاستراتيجية للهزب الديموقراطي الأمريكي فأن هناك استراتيجية أخرى قد تنطلق في المدة القادمة في بداية عدد بايدن وخاصة منها محاصلة احتواء القوى الصينية التي بدأت في تبيان قواتها في المنطقة وكذلك محاولة احتواء أي تحالف استراتيجي بين روسيا وكذلك بين الصين وبالتالي فأن الميدان العراقي سوف يكون يعني ميدان مفتوح مثل هذين القواتين العالميتين يعني روسيا وكذلك الصين وبالتالي فأن أمريكا قبل أن تنصحب تدريجين من العراق سوف تذهب نحو يعني الحديث مع جميع شركائها في المنطقة لاختيار من يكون حصانها الأسود في العراق والذي يستطيع أن يحافظ على مصالحها هناك وقد لا تستطيع أمريكا الانسحاب كذلك من العراق إذا لن تجد من يقنعها بأدائه للحفاظ على مثل هذه المصالح وبالتالي فأن ما نراه اليوم هو شبيه حرب باردة لكن لا أرى أنها سوف تنتقل إلى نظر حرب مفتوحة الأجواء في هذه المنطقة خصوصا وأن هناك في البنتاجون معركة بين ترامب وكذلك بين القائمين المسؤولين القائمين والتقنيين من البنتاجون حول هذه الفرضية ثانيا كذلك فأن جائحة كورونا لن تسمحها للقواء الدولية المنهارة اقتصاديا بأن تتورط وأن تغامر بقيام بحرب مفتوحة في منطقة الشرق الأوسط وهو قد يقلب المعايير الاقتصادية والمعادلات الاقتصادية الدولية رأسا على عقب وفتدهور أكثر مما هي متدهورة منذ بداية جائحة كورونا طيب ننتقل الآن إلى موضوع قراءة الثورات والاحتجاجات العربية بعد عشرة أعوام حيث استطاع المؤشر العربي قياس اتجاهات الرأي وتقديم مادة علمية تحتاج إلى قراءات أخرى ما الجديد في قراءة الثورات والاحتجاجات العربية حيث أن تونس كانت المهد الأول للثورات يعني لا جديد في تاريخ الثورات سواء كانت ثورات الربيع العربية أو ثورات أخرى حصلت في القرن العشرين أو حتى في قرن التاسع عشر في تجارب مقارنة أخرى أوروبية فأنه ما تعيشه يعني بدول الربيع العربية أولا تنجحت نسبيا بتجاوز الأنتقاد السياسي كتونس فأنها تعرف أزمات اقتصادية وكذلك اجتماعية كبيرة هذه الأزمات الاجتماعية والاقتصادية هي ما قد تجهز هذه التجربة الديمقراطية في الانتقال الديمقراطي أو ما قد تدفع بالقواء المتمسكة بالديمقراطية في هذه الدول إلى معاودة تشكيل المشهد السياسي من جديد لتغلب على هذه الصعوبات ولمزيد تحقيق أكثر توافق بين القواء الرئيسية والفكرية في البداية للقيام بثورة اقتصادية جديدة وفق أما منوال اقتصادي مسطر إذا حدثنا عن اقتصاد مخاطط أو من خلال السماح لمقاومات السوق الحرى لكي يعني تعرف طريقها نحو الانضباط وهذا ما يؤسس خاصة للمشهد التونسي اليوم تونس اليوم مقبلة على حوار وطني ما زالت يعني ملاميحه تتضح شيئا فشيئا ويمكن من خلال هذا الحوار الوطني أن تبدأ تونس من جديد في التفكير في نظام سياسي جديد خاصة عن النظام السياسي الذي عشت عليه هو العشر سنوات اتضح أنه لا يمكن البلاد من تحقيق هذه الدفع الاقتصادية والاجتماعية والتفكير كذلك حتى في تغيير يعني بعض أسوص الديمقراطية كالنظام الانتخابي وكذلك النظام الكوتل السياسية في مجلس نواب الشعب وكذلك حتى في بعض المجلس الأخرى المنتخبة مقبل مجلس نواب الشعب مثل حتى بعض المجلس الأخرى مثل المجلس المحلية وكذلك حتى المجلس الجهوية القادمة نتحول إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتي أدارت ظهرها لأوروبا متجهة إلى مستقبل مبهم يشكل مسار شعبها لأجيال قادمة وسط تساؤلات عما سيكون بانتظار المملكة المتحدة بعد انفصالها النهائي عن أوروبا برأيك ما الذي ينتظر بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي أرى أن بريطانيا سوف تكون لها إذا لم تحصن إدارة علاقاتها التجارية مع بقية أنحاء سواء ذلك أوروبا أو كذلك بقية أنحاء العالم فأنها سوف تذهب نحو أشكالات اقتصادية وكذلك أشكالات سياسية أشكالات سياسية بدأت عشية بداية تطبيق البريكسيت مع أعلان سكوتلندا أنها تريد الاستقلال والعودة إلى الحظم الأوروبي هذا أولا ثانيا هناك أشكال آخر تم حله في الجزيرة الإيرلندية بين إيرلندا علاقة إيرلندا الشمالية بجمبورية إيرلندا كذلك وهذه العلاقة التي تم الاتفاق حولها بين الاتحاد الأوروبي في المبادلات التجارية إلا أنها قد تذهب نحو الانفجار من جديد ومعاودة الصراع بين بريطانيا والإيرلنديين حول استقلالية إيرلندا إذن أي خطوة قادمة يجب أن تكون خطوة محسوبة من قبل المحافظين البريطانيين ومن قبل رئيس الوزراء بوريس جونسون بوريس جونسون الذي تميز خطابه بشعبوية كبيرة أدت إلى استفتاء سنة الانكسال عن الاتحاد الأوروبي ونجح في تمرير هذا البريكسيت وهو أرى أنه يتمح إلى مطامح شخصية في أوية حزبوية في إطار ضيق على مصلحة بريطانيا ككل لأن الاتفاق بريكسيت لن يمكن بريطانيا من أنها ستنفتح على بقية أنحاء العالم في إطار براغماتية بريطانية معينة لكنها سوف يعني سوف تكون من خلالها هناك عديد المشاكل وقد نقول أن بريطانيا من خلال الاتفاق بريكسيت يعني حاصرت نفسها بنفسها من قبل الأوروبيين الأوروبيين الذين خاصة الفرنسيين هنا أتحدث لن يسكتوا على أي تجاوز من تجاوزات التي قد تحصل في بنود اتفاق يعني خروج بريطانيا الاتفاق الأوروبي أو ما يعرف بريكسيت طيب العالم يدخل عام 2021 مثقلا بالأزمات وتتفاقم الإنقسامات أيضا في دول أدة ويأمل الكثيرون أن يحمل العام الجديد فرص للخروج من نفق الصراعات الطويل بينما هناك مؤشرات تتحدث عن تغييرات سياسية ستطال المشهد برأيك هل سترافقنا تلك الأزمات في عام 2021 هذه الأحديث ممكن أن تعاود نفسها إذا ما يعني اتفضلت يعني أو بقت نفس بروف موجودة ومحيطة بالعالم خصفا منها استمرار جائحة كورونا وعدم فعالية اللطحات المكتشفة في صد انتشار مثل هذا البيريوس هنا نتحدث عن استمرار استمرارية الأزمة واستمرارية يعني الجائحة في حفظ الأرواح وفي يعني تعطيل الاقتصاد الدولي ويعني حتى العلاقة بين الدول هنا قد نتحدث عن أنه الأزمة قد تحتدم أكثر خاصة أزمة الثقة بين الشعوب وخاصة بين كبار الفاعلين في يعني السياسة الدولية وبروز خاصة قوة جديدة من رحم هذه الأزمة وخاصة منها بروز الصين الوحيدة في العالم التي حققت يعني نسبة نمو اقتصادي كبيرة وكذلك يعني الشريك الدولي والسياسي وهو وهو روسيا هنا نتحدث عن إما معاودة يعني عوضة العالم إلى مرحلة ما قبل الكورونا لكن بمتغيرات جديدة أو أن العالم أو هذا النظام الدولي سوف يتغير برمته بعد انقضاء 2021 إذا ما استمرت الجائح على ما هي عليه واحتدمت الصراعات الموجودة في العالم في في العالم خاصة منها الصراعات التي يعني يعني التي تنشأ الوكالة بين القواء الكبرى في العالم وكذلك بين القواء الأقليمية في كل منطقة ما تقفز العالم في ختام الحوار أشكرك أستاذ نيزار الشكر الجزيل لمساهمتك معنا مرحبا فيك مرحبا فيك والشكر لكم مشاهدين لطيب المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة